نهاردة في الكنفيدرالية الأفريقية حاجات مفرحة حاجات مبهجة زي ما الأهلي وزمالك في الآخر ادونا صورة أيضا مبهجة ومفرحة سواء الأهلي مع القطنة وزمالك مع الترجي اليوم بيراميدز خارج أرضه أمام اسكوكارا فاز أربعة واحد فقر الدين بن يوسف سجل هدف الأول في ديئة 3 وبعد كده مستوى فتح المتقلق جدا مع بيراميد سجل هدفين في ديئة 26 والديئة 36 واختتم أهداف بيراميدز إسلام عيسى في ديئة 64 وشويه سجل هدف اسكوكارا في ديئة 66 هدف الوحيد لإسكوكارا في الكهيرة بقى فيوتشر بيعود مرة أخرى للمنافسة بقوة جدا في هذه المجموعة فوز مستحق جدا على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد هدف أول ليه مروان محسن في ديئة 10 من ضربة جزاء وبعد كده حاتم الصوبي سجل هدف عكسي في مرماه في ديئة 50 عشان فيوتشر مرة أخرى يتحط في واجهة هذه المجموعة تعالوا لكم الموقف في المجموعة وشكل المجموعة عامل إزاي دلوقتي يلا بينا يلا يلا بيراميدز في صدارة المجموعة بـ 8 نقاط والجيش الملكي في المركز الثاني بـ 7 نقاط فيوتشر في المركز الثالث بـ 5 نقاط وإسكوكارا في المركز الأخير بنقطة واحدة فيوتشر ما زال لديها الكثير من الفرص إن شاء الله إن شاء الله فيوتشر يصعد مع بيراميدز عن هذه المجموعة جيش المركز كان يديني إحاق إنه هيصعد هيصعد بس الوضع دلوقتي لأ لسه لسه إن شاء الله تبقى حاجة عظيمة جدا لو فيوتشر وبراميدز صعدوا عن هذه المجموعة فيوتشر هيلاعب إسكوكارا الماتش اللي جاي هنا هياخد بإذن الله ثلاث نقاط يبقى ثماني نقاط بعد كده بيراميدز هيروح الجيش الملكي أو هيروح المغرب من مواجهة الجيش الملكي يا سلام لو كسب يا سلام لو كسب هيزبط لنا المجموعة دي كلها يبقى بيراميدز في الصدارة وفيوتشر في المركز الثاني ده لو حصل في الجولة القادمة اللي قتلك علي دوات فيوتشر يكسب إسكوكارا هنا في القاهرة وبراميدز يفوز على الجيش الملكي في المغرب سيناريو مثالي مثالي إن شاء الله يحصل يعني النهاردة في الدوري المصري الممتاز مرة أخرى مرة ثانية وسالسة ورابعة وخامسة الإسماعيلي يفشل فيه تحقيق الفوز ويتعادل سلبيا دون أهداف أمام فاركو المتقلق جدا مع كابتن طارق العشر في الجولة واحد وعشرين مرة أخرى لا يخسر طارق العشر في الدوري حتى الآن مع فاركو أربع انتصارات وتعادلين أداء مميز جدا لفاركو والإسماعيلي لا يزال يعاني لا يزال يعاني ما فيش حل ما فيش حلوان كان الإسماعيلي النهار ضيع عديد من الفرص وفاركو أيضا كان له كرة في القائم خطيرة جدا بس الإسماعيلي لسا بيت لسا بيت